وصية من الإمام إلى شيعة طبعا وصية طويلة أوصيكم بتقوى الله والورع في دينكم والاجتهاد لله وصدق الحديث وأداء الأمانة إلى أن يقول صلوا في عشائرهم واشهدوا جنائزهم وعودوا مرضاهم وأدوا حقوقهم فإن الرجل منكم إذا ورع في دينه وصدق في حديثه وأدى الأمانة وحسن خلقه مع الناس قيل هذا شيعي فيسرني ذلك الإمام يتحدث عن روح التعايش المذهبي أنه يكون أولا بتحسين الأخلاق بعد الأخلاق في الإنسان وبمد جسوغ التواصل مع الآخر لأنه دائما التواصل فيه إيجابيات ودائما القطيع تولد سلبيا لمن من ذلك الوقت يدعو إلى التواصل يمنع قضية العزلة أن تكون منعزل وبعيد عن الواقع العام هذا الاغتباط يمنع هذا الاحتقال وهذا علاج من الإمام لأصل المشكلة ويليتنا نحن إلى اليوم نطبق هذا الأمر نحن بعد ألف سنة من هذه الوصية أو ألف ومئتين سنة لازلنا نقع في نفسي الخطأ وإلا لو الواحد يسأل الآن من الذي طبق هذه الوصية من الذي صلى في عشائر إخواننا من المذاهب الأخرى من الذي عاد مرضاهم من الذي شيع ترجع نفسك شف نحن إلى اليوم بعيدين عن هذه الوصايا لذلك قد نكون نحن بترك هذه الوصايا سبب في حالة الاحتقال لأنه بعض الجهات الأخرى تكذب وتدلس وتصنع لك صورة مخيفة أنت تساهم في ترسيخها بماذا بالانعزاب الإمام من ذلك الوقت يضع الركيزة الأساسية للتعايش السلمي هو ماذا تواصل المستمر لأن التواصل دائما ما ينتج محبة مودة وقام ترجمة نانسي قنقر